السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في الفيسبوك حبيباتيكي مكتشوفت وجدتكون بطاجين زيتون اضطيت الطاجين تعيسخن وزيت نباتية تجمع غرف ورحمة البصل اللي كنت قطعته ورحمة الدجاج ورحمة زيتون زرودية احبتها بسبس قطعتها رقيقة ورحمتها يزدي يعطيكم كما تشوفو حبيبتي لنشوفو لهذا الزيتون يكون مليح او لك انياه هذا كالالفيته ولم تشرح حبا طماطح مصقير في جاء كما تشوفو حبيبتي هذا الفيديو قسر حبيبتي لن يشطوه بثاف خلطه الخالد جيدا ونقصو النار ونخلوه يطيب على نار قليلا ونكونو وجدنا المتعمة باش نمرقوه ولبس بس هذك يزيد يعطي له واحد اللوقوب بزافة بنينا والله ما رانيشكر فيه روحي والله العادي مخرج لي واحد طاجين زيتون صدقوني جامي جامي نشكي طاجين زيتون هنا صورتو اخويا يحب هذا الطاجين بزاف بزاف يموت عليه وصدقوني بزاف ناس يقول لك احنا ما يجيناش مليح طاجين زيتون هاي لك الطريقة تبعوا الطريقة رميت لهم نصف ملعقة كوركم انا ما حبيتش نحط طماطيش كوسو نتخي بس انا ما نحبش لطماطيش كوسو نتخي نحب نطيب هاقده نصف ملقة حمره ماشي يعني كنت حنديرو بيضم بعض درت له زيت رميت لهم غير فاو فلفل احمر عاكل يعني كي ما قلت لكم ملح وفلفل اسود نصف ملعقة صغيرة من زنجبير كي ما اكتشوفو حبيباتي هاوليك طاجين زيتون تحرك كان نيزان قريديو قدخلت في باطل ما قادر نقعد نقعد دخلونا عالجاج والزيت ونوقع وحد السبعة وهو هاكي كالنا قليلة ايوم بعداتي كم مرقتهم بحوالي كأس من زوج كيسان ولا ثلاثة من الماء كونت الدجاج سهل مهلا نرحو لصدر الدجاج ونرمو لزيب بيز اللي حطيناهم في الطاجين حطوهم في الوسمه وثلث مغارف الليه 4 تعالى شو بلوخ ندير لهم زوج مغارف تاع الزيت ونخلطوا الخريطة ملح نديروني بيض نيوالو ونقلوهم في مقلات ونعودو نرجعوهم في الطاجين يزيدو يتجمرو مع الطاجين ويدعطو بنتهم يجي بزافة بنين هالطاجين زيتون البنات صدقوني بزافة بنين يحبو يكلو طاجين زيتون وما يخرج لهم شي ملح لابخي بغتعز شعب الجزائري عندهم مشكل مع الطاجين زيتون وطاجين زيتون كي ما قلتلكم حبيباتي كي تروحو تروح سي دايما الخيرو هذيك الحبيبات تاع الزيتون مستيها كبيدك وينستي زيتون طري هادا كديرها ملح في برق بلي زيتون ملح وينستيه يا بس غير يبيته كي ما راك تشوفوا حبيباتي طاجين زيتون دعنا راوجد يشاهي شاهدكم في الجنة حبيباتي وما تنسوش الاشتراك معي في قناتي العزيز التوعي دعمونا حبيباتي انا كي ما نزيد نقولها لكم ونزيد نعودها لكم انا بلا بيكم ما راني شاح نطلع كي ما يقول لكم والله العظيم هاي tinha علاجة لكم من توما ما حلتها على جالي يولا الهدف ويكون هدف تعي عطي كم الموهبة الحقيقي والهدف تعي كي ننور للعالم الطبخ الجزائري اللى ما حبيخ كي ما يقول لكم تقلقوش عندي اطباق جميلة ورائعة ин شاء الله في المستقبل احطها ان شاء الله لياما مجايي ياربي كي ما يقول لكم بيكم ونطلع بكم لما غيري وهذا القنات التع عكم نتوم كي ما قلتUA لكم عزيزاتي وعلاجيكم اللي فتحت هدى القنات ما عندي حتى غاية أخرى الغاية تاعي أني نعطي لكم الأطباق كما هي تقليدية محظة إن شاء الله يا ربي يقدرني باش نوريكم كما شتو طاجين تعناها وليك وجدها هني سقط في التبسين شوفوا كاش جاي خرجي شهي جا ما شاء الله ونقولكم حبيباتي ما تنسوش الاشتراك معي في قناتي شوفوا هش حال جابنين روعة خرج لي روعة صدقوني ونقولكم إلى اللقاء في الملتقى مع طبق جديد مع السلامة